نروح لزملنا محمود جميل من أمام معبر رفح عشان نتعرف منه على آخر التطورات وآخر التطورات دخول المساعدات الإغاتية والطبية لقطاع غزة صباح الخير عليك يا محمود صباح الخير عليك يا منا وصباح الخير عليك يا مصطفى وعلى ضفكم الكريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان بنصبح لكم من أمام معبر رفح البري لازلنا بنتابع معاكم كل الجهود المصرية المبذولة في إدخال المساعدات الجزائية والمستلزمات الطبية لقطاع غزة وخليني أشيري الحقيقة للمجهود المصري الكبير اللي بتقوم بيد دولة متمثلة في الأجهزة المختلفة فيما يتعلق بإيصال المساعدات الجهود دي لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لدعم الأشقاء الفلسطينيين بكل مسارات المساعدات اللي موجودة سواء بنتكلم عن هنا في معبر رفح أو حتى في مطار العريش وفي ميناء العريش فبالنسبة لمعبر رفح هنا لازلت طبعا كل الشاحنات بتتضفق وتدخل لقطاع غزة بنتكلم النهاردة تحديدا منذ صباح هذا اليوم في 111 شاحنة دخلوا من خلال بوابة معبر رفح متجهين إلى منفذ العوجة بالإضافة لأنه حاليا في عدد من الشاحنات المصطفة على جانب الطريق واللي حضراتكم بتشوفوها دلوقتي الشاحنات دي طبعا بنتكلم من 30 ل40 شاحنة هم موجودين دلوقتي وبيتم تجهزهم ربما لدخول دفعة تانية هتكون موجودة النهاردة هتدخل من خلال بوابة معبر رفح الشاحنات دي والشاحنات اللي دخلت للصبح فيها عدد من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى مستشفى ميداني وبعض طبعا المستلزمات المتعلقة بمواجهة طقس الشداء الخاصة بالبطاطين كمان في بعض الشاحنات موجودة عليها خيم بالإضافة طبعا لدخول شاحنات الوقود ودي طبعا حاجة مهمة جدا يوميا بتدخل عدد من شاحنات الوقود النهاردة دخلت أربع شاحنات وقود من الغاز وطبعا قطاع غزة في حاجة كبيرة جدا للشاحنات الوقود وخاصة الغاز بالإضافة إلى أن البوابة طبعا بتستقبل كل المصابين يعني على مساء هذا اليوم هيصل عدد من المصابين ومزدوجي الجنسية ورعاية الدول الأجنبية إمبارح إحنا كان آخر عدد مصابين وصل إمبارح 14 مصاب بالإضافة إلى 200 من مزدوجي الجنسية ورعاية الدول الأجنبية طبعا كل المصابين بيتلقوا كل الرعاية الطبية الكاملة في مستشفيات محافظة شمال سيناء أو حتى في مستشفيات مدن القناة والقاهرة بالإضافة للإنبارح كمان دخل أو وصل للجانب الفلسطيني 136 شاحنة بها عدد كبير من المواد الجزائية والمستلزمات الطبية على الجانب الآخر طبعا في مدينة العريش اللي بتشهد استفاف لعدد كبير من الشاحنات إحنا بنتكلم على إن محافظة شمال سيناء ومدينة العريش تتحولت لمكان ممتلئ بالشاحنات والمساعدات المقدمة للأشقاء الفلسطينيين فمطار العريش أيضا استقبل طائرة قطرية مبارح على بتنها 15 طن من المواد الجزائية مقدمة من جماعية الهلال الأحمر القطري ووصل عدد الطائرات في مطار العريش لأكتر من 340 طائرة من 50 دولة أجنبية ومنظمة إقليمية ودولية فالجهود متواصلة في قطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بكل المساعدات المختلفة برجع لكم مرة تانية في الستوديو مننا ومصطفى شكرا لك محمود جميل زميلنا من أدامى معبر رافح اتعرفنا منك على آخر تطورات دخول المساعدات الإغاتية والطبية لقطاع غزة